السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيب ومتابعين في كل مكان معاكم السعبير خطاب النهاردة ان شاء الله بنكمل مع بعض كورس التأسيس اللي كنت بدأتوا معاكم وصلنا للفيديو رقم 8 هتلاقوا كل الكورس موجود في ورق شبه ده كده ومكتوب من فوق الفيديو السابع الفيديو السادس كل حلقة هتلاقوها مترقامة بالشكل ده طيب تعالوا نشوف مع بعض النهاردة احنا وصلنا للشورت يو What is the sound of you؟ صوته ايه حرف اليو ده؟ صوته أ أ تعالوا نشوف اليو هنا الصوت ب أ ب ك أ ك د أ د ف أ ف ج ه ج ل ما ن ن ت ر س ت ف و ي ز ش ش ش بعد ما عرفت ابني بقى ويعرف يقرأهم حلو جدا يلا قولي دي ايه؟ ك ت ك ك طب ودي ف ودي ما س ر ه اخبط اجبهم له كده مش بالترتيب طيب الخطوة اللي بعد دي بقى على طول هنعمل ايه؟ ياللهيش الطول اقرأ ج تابو كده م جن ج ج م جن تابو كده ت ب تاب تابو دي ف ف ف فن طب وكده ه ه ه ت هت طب ودول مع بعض ش أ ش ت شت شت طب وكده س أ س س م سن سن طب وكده ن أ ن ت ن ت ن طيب ممكن مثلا ناخد م أ م د مد ج أ ج ج ج ج طيب خلاص بعد كده الخطوة الثالثة بعد ما عارف يقرأ هبدأ بقى أملي ه 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 هت يبقى أنا كده عرفته الكلمات والفرق ما بينها في النطق وكمان في الكتابة ه ه ه ه ه ه ه ه ه كلمات كثيرة مثلا م أ د مد م آ د ماد مد ماد م أ م ب مب شاهدوا الفرق أ أ أ أ نبدأ بقى أقف عند الخطوة دي وأراجع كل الفاولز اللي احنا أخدناهم الشرط A والA والI والO والU وأعيد معاه كزا مرة لحد ما يتمكن منهم بقلنا فيديو واحد بس لهو الفيديو التاسع ويبقى كده احنا خلصنا ليفل 1 المستوى الأول من كورس التأسيس السلام عليكم ورحمة الله حبابي في كل مكان معاكم إسهبي الخطاب ونهاردة إن شاء الله بنكمل مع بعض اللونج يو ودي الحصة رقم 19 هناخد فيها إيه الحصة دي النهاردة هناخد اللونج يو اللونج يو يعني أنا قمت أنطأ اليو باسمها كده يو زي ما هي زي كل الحروف عندنا لما يكون حرف ساكن ويو وحرف ساكن وإيه؟ أنطأ اليو دي يو أنطأ اليو يو طيب زي ايه؟ زي مثلا الكلمة دي هدي حرف ساكن اللي هو حرف السي وبعدين يو وبعدين حرف ساكن اللي هو البي وبعدين إيه؟ في الحالة دي لحرف الأول هيقول اسمه والثاني هيسكت يبقى كيوب كيوب طيب لو كتبنا كده يلا الحرف الأول هيقول اسمه الأول المتحرك ده والثاني هيسكت يبقى بي يو ر بي يور طيب وكده يبقى دي أول حالة عندي إمتى حرف اليو يطنط يو لما يكون حرف ساكن قبله ويو حرف ساكن والماجيك إيه في أخر الكلمة هتخلي اليو ده ينطأ اسمه طيب الحالة التانية في المقطع ده يو ان اي لما شوف اليو ان اي فأول أي كلمة هنطأ اليو يو يو دي كلمة دي كده يونيفارم يونيفارم اللي هو زي المدرسة زي موحد أي لبس بتاع ناس بتشغل في ريستراند في أي مكان نفس اللبس يبقى اسمه يونيفارم يونيفارم طلبه في المدرسة بيلبسه يونيفارم زي موحد طيب كمان عندي يونيكورن كمان عندي ايه عندي يونيت يونيت يبقى أول ما شوف يو ان اي انطأها على بعضها كده يوني 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 طيب فيه كمان صوت يو بيطلع بس ما فهوش يو خالص الكلمة ما فهاش يو اللي هي كلمة أي كلمة اخرها اي و دابليو هنطأ ال اي و الدابليو اخر الكلمة يو زي كلمة ني يو ني يو في يو يبقى ني يو نطأت يو رغم ان الكلمة ما فهاش يو في يو نطأت يو رغم ان الكلمة ما فهاش يو طيب هل اليو لأصوات تانية مختلفة ايو طبعا احنا قلنا اكتر من مرة ان اللغة الانجليزية دي لغة الاكسبشنز يعني لغة الاستثناءات لغة الحاجات اللي برا القعدة كل ما نقول قعدة نازم نلاقي كلمة برا القعدة خالص محدش يرجع يكتب لي مثلا في الكومنتس زي ما شفت في حرف اللونج او يامس ما فيه الاو بالدابليو تتنطق او او مش او في اخر الكلمة ما فيه مش او حاجات كثيرة ما احنا قلنا يا جماع قلنا الانجليز ده ملهوش اهل الانجليز ده مش بيمشي على قواعد ثابتة احنا بناخد اللي بيتكرر في معظم الكلمات وندرسه للاطفال ودايما لكل قعدة شوهز يعني مثلا انا عندي اه كلمة فروت اليو والاي هنا تنطأ او فروت عندي كلمة جوس جوس اليو والاي تنطأ او برده جوس عندي كلمة سوت سوت اليو والاي تنطأ او يبقى فروت جوس سوت يبقى الانجليز مفهوش حاجة ثابتة احنا بناخد الاغلبية وندرسها لاطفالنا بحيث يعرفوا على الاقل يقرأوا الحاجات اللي هي بتكون عادية جدا طيب عندي الشورت يو مثلا صوته اه اه زي قط زي شط زي الصن طيب عندي بقى في بعض الكلمات الشورت يو ده تنطأ او زي كلمة بوت بوت زي كلمة فل فل اتنطأ او زي ايه كمان زي بول يبقى انا هنا عندي اليو وهي شورتة اهي كلمة حرف يو واحد بس في الكلمة لكن اتنطأ كأنه او بوت فل طيب ان شاء الله ده اللونج يو في حاجة تانية تخص اليو اه في حاجة تانية احب اقولها لكم قبل ما اخلص الفيديو اليو والاي اخر الكلمة بيتنطأ برضو او او زي كلمة جلو زي بلو لون الازر اللي هنكتب ده بي اسمه بلو زي كلمة كلو زي ترو يبقى اليو والاي اخر الكلمة اتنطق او او هي يوم الشورت في الكلمات بتتنطق او 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 زي امه بلص پل بلص Pal او تقود عادية جدا تقود خطش اليو والاي تกدTurn اليو والاي في نص الكلمة وعندي لمنطق اليو صريحة كده باسمها يو يو لما يكون حرف ساكن ويو حرف ساكن ويو او المقطع يوني او 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 و اخر الكلمة زين يو و فيو يارب ان شاء الله يكون الفيديو مفيد لكم واشوفكم في فيديوهات تانية كتير باي باي باي